السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبع قناة ماروك أخبار يوميا مرحبا بكم قضية جديدة ولكن كتشبه بالكثير ما وقع لشابة ملاك الملالية التكتوكر الشهيرة واللي ماتت في الفيلا ديال برلمان الشريبي في مدينة بني ملال هاد الجريمة اللي العنوان ديالها هو أن الفساد وراء مقتل سيدة وحرق جتتها نحية المحمدية وفي تفاصيل هاد الخبر وقبل تطرق إليه نبغي نشيره إلى أن هاد الأخبار كتكون متشابهة بعض الشيء ونتمنى الله السلامة للجميع ولكن كنشوف بأن دائما دائما طرق الحرام كتأدي دائما إلى ما لا يحمد عقبه وفي تفاصيل الخبر فقد تمكن كوموندو من عناصر الدرك الملكي التابع لمركز الفضالات والمركز القضائي ببن سليمان بتنصيق مع المصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط من فكي لغز جتت السيدة المتفحمة التي عطر عليها بداية من الأسبوع الجاري مرمية بمنطقة العمور التابعة لقيادة الفضالات وأوردت يومية الأخبار التي أوردت الخبر مشيرة إلى أن المصاد من مصادرها وصفتها بجيدة الإطلاع أكدت أن دخول الفرق الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي على الخط مكن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الفضالات والسرية ببن سليمان من تحديد هوية الجان وإيقافه رفقة السيدة تمتهن الوساطة في مجال الضعارة وزوجها وأضافت اليومية في مقالها حسب المصادر ذاتها أن التحريات التقنية الدقيقة المنجزة حول ملابسات الجريمة عجلت بالإطاحة بالمتهمين الثلاثة الذين توزعت مساهمتهم في ارتكاب هذه الجريمة بين منفذها الرئيسي والوسيطة وعدم التبليغ عنها رغم علمها بالتفاصيل حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي من اعتقالهم بعد يوم واحد من وقوع الجريمة والعطور على الجتة المتفحيمة وأشار المقال اليومية إلى أنه حسب المعطيات المتوداولة محليا فانطلقت الأبحث الأمنية من طرف درك الفضالات مباشرة بعد العطور على جتة متفحمة بالكامل تبين من خلال المعاينة الأولى أنها تعود لإمرأة يقارب سنها الخمسين وانتقلت فرقة تقنية من الدرك الملكي بتنصيق مع قائد سرية بن سليمان إلى عين المكان حيث أجرت تدابير المعاينة العلمية ورفعت البصمات قبل نقل الجتة إلى مستودع الأموات وإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة وأسفرت التحرية الأولية عن تحديد هوية الجاني وهو شخص ثلاثين من ذوي الصوابق القضائي المتعددة حيث جرى تحديد مكانه بتنصيق مع المصالح المركزية للدرك الملكي بالرباط وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية والبحث التمهيدي إذ كشفت التحرية الأولية أن المتهم كان قد استهقبل الهالك بمنزله الكائن بمنطقة الفضالات بمساعدة وسطة في مجال الضعارة تربطها علاقة صدقة مع الضحية وتداول مقرب من الملف أن الجاني حاول الاعتداء على الضحية بشكل شاد ومع إصرار الهالك على الرفض قام بخنقها حتى فارقت الحياة وبينت الجريدة نقلا عن المصادر ذاتها أن المتهم سارع إلى التخلص من الجثة الهالكة حيث نقالها إلى أرض خلاء تبعد عن منزله بحوالي 5 كم قبل أن يعود إلى الموقع مرة ثانية حاملا معه بونجا وقام بحرقها بالكامل رغبة منه في طمس كل معالم الجريمة وتفادي الوصول إلى حقيقة وتفاصيل الجريمة إلا أن يقضت الضرك والاستغلال الجيد للمعدات التقنية وأهليات الرصد المتطورة التي تتوفر عليها مصالح الضرك جهويا ومركزيا أبطلت مسعاه في إخفاء معالم الجريمة وأطاحت تصريحات الجاني المتهم بالسيدة التي توسطت له لاستقدام الضحية إلى منزله من أجل ممارسة الفساد وامتدت الفضحة لتطول الزوج الوسيطة الذي تم اعتقاله وعرضه على العدالة صبح اليوم الموالي رفقة زوجته والمتهم الرئيسي بسبب إحجامه غير المبرر قانوناً عن إختار الضرك بالجريمة التي علم بكل تفاصيلها لاحقاً من طرف زوجته المهم هالتفاصيل كنشوف بأنها تشبه إلى حد ما الجريمة الخطيرة التي تعرضت لها الشابة مالاك الشابة مالاك القصة ديالها اللي كل شيء يعرفها واللي استأطرات بحد تفاعل كبير من طرف النشاطة هذه نفس الجريمة تقريباً غير هاديم لا تتعلق بملياردير ولكن تتعلق بشخص ثلاثيني جات عندو حد سيدة مشا تتصل بحد الوسيطة وجابت لي حد سيدة خمسينية وفي خلال الجلسة اللي كانت بيناتهم وقع ما وقع وبغاها تمارس معه بحد الممارسات اللي شادة فإذا به يخنقوها كيف كتعرفوا دائماً شي دير الحرام كينتهي باشياء وكي يكونوا في خلاله اشياء اللي خطيرة جداً وهادي دائماً واحد رسالة للشابات الشابات راكم كتعرضوا نفسكم الى خطر داهم وخصوصاً اللي كتشفشي كتدير هاد هاد شي دير الحرام راكتعرض دراسك الخطر داهم المهم فاشقتلها اش غادي دير هو باكين في ذاك الشقة قا جات طحت علي وحد الفكرة جهنمية هو عند ديها لوحد المكان خلاق دا هديك السيدة الخمسينية هو تلاتيني ودا دا داك الخمسينية داها لوحد منطقة تبعد عن المنزل ديالو بخمسة كيلومترات والسغل وحد البونجة كانت عنده وحرق حرقها علش حرقها من اجل انه الجريمة ديالو ما يعرفها حتى شي واحد ولكن حنكت رجال الدرك فتمكنت من كشف الحقيقة وكشف هذه الجريمة النكراء وتم ايضاً القبض على الواسيطة في هذه المسألة والقبض كذلك على الزوج ديالا اللي كان عارف حيثية هذه الجريمة باش كتعرف دائماً طرق الحرام ها فين كتوصل رجوعاً الى القضية التي استأثرت باهتمام رأيي العام وهي قضية البرلماني وشبه ملاك كما قلنا في فيديوهات اخرى انه كان جريمة الاتجار في البشر اللي توجهت لهذا البرلماني كما شرحناه خلال الفيديوهات الاخرى اخر المعطيات كتقول انه كان كتتهد البرلماني كان كيوجد المنزل ديالو للفيلة ديالو من اجل القصير بخصوص دائماً سبب الوفاة سبب الوفاة مازال غامضاً كين عدنا جوج روايات او ثلاثة الرواية الاولى كتقول الوفردوز ناس كيبغوا كيقولوا بان اوفردوز اي جرعة سيدة جات عندهم كانوا مقصرين جات خداتوا واحد الجرعة كبيرة وتوفات كيلي كيقولك لا انا مشي الوفردوز هم اي اخت خداوا الرواية التانية كتقول انهم اي تناولوا المخدرات ولكن كان اعتداء وكان كما كتتهم الام ديال المالك كتتهم بانه لقات بنتها مخنوقة لقات بنتها تكرفس علام مزيان وكينا جريمة القدل كان رواية تالتة كتقول بان البرلماني كان كيجيب الفتيات وكيجيب الرجالة كيودير القصير كيجيب الرجالة زعماء كتعني انه صحابه كيجيوا عنده وكيجيب لهم الدريات واحد من هدوك صحابه ولا هدوك شخص اللي كان معروض معاه تناول الكوكايين وتناول الخمورة الى اخير ايه ودخل في حالة هستيرية وتوحش ولا متوحش ايضا انه كانوا كيمارسوا العنف على هدوك الشابات مما ادى ان هدوك الشابة انه توفات معك من الاسف هذه الروايات كاملة بصراحة انها كتحمل المسئولية بالدرجة الاولى الى البرلماني بالدرجة الاولى لانه هو دون نفوذ وايضا انه ملياردير هو كيأثر عليهم بالمال دياله وكيأثر عليهم بالنفوذ دياله وبطبيعة الحال حتى المسئولية كترجعتل هدوك الشابات اللي طمعوا واللي بغوا يمشيوا يبدلوا الحياة ديالهم ولكن بالحرام هدوك الحرام نلاحظ في الجريمتين للجريمة ديال اللي وقعات نواحي المحمدية في منطقة الفضالات ولا ايضا هدو الجريمة ديالبني ملال فدائما طمع هو اللي دائما كيأدي بهدوك الشابات الى الموت ودائما هذا دائما تحذير للشابات ما تطمعوش وما تقشفوا فقط لانه شي واحد دير في تيك توك ولا عندو ملابس جميلة ولا عندو اكسسوارات جميلة ولا عندو سيارات جميلة سيارات فاخرة كتعني انه رجبوا بالعرق الجبين دياله وقدار يجيبوا بو حد طريق نقول اقل ما يمكن ان يقال عليها هو واحد اهانة الكرامة دياله كيهين الكرامة دياله باش يحصل على واحد الاكسسوارات وانتوما الشابات كتشوفوا هدوك الاكسسوارات وكتتغروا ولكن لا ما تتغروش هدوك الاكسسوارات وهدوك المال اراجي انه كيبيع الكرامة دياله كيبيع الحم دياله كيبيع كل ما هو نفيس نفيس في حقه المهم هذا فقط كان واحد الفيديو اه اللي في واحد جريمان كراء اللي اظن اه القناة السباقة للحديث عنها وشكرا لكم اشتركوا في القناة